اصدرت قنصلية جمهورية مصر العربية بدولة الكويت بيانا حول انجازاتها التي قامت بها على مدار عام 2020 في ظل جائحة كورونا وجاء في البيان الذي حصلت السياسة على نسخة منه تتشرف قنصلية جمهورية مصر العربية بدولة الكويت الشقيقة بإحاطة أبناء الجالية المصرية الكرام بإنجازاتها خلال عام 2020 الذي فرض ظروفا استثنائية على وضع الجالية المصرية بسبب جائحة كورونا وفرض الحضرين الجزئي والكلي في دولة الكويت وما استتبعه ذلك من توقف حركة الطيران 1- قدمت القنصلية خدماتها إلى حوالي 140 ألف مراجع خلال عام 2020 2- تمديد صلاحية عشرات الألاف من جوازات السفر حتى يتمكن أصحابها من توفيق أوضاع إقامتهم وفقا للقواعد المنظمة لذلك 3- الرد على آلاف الأسئلة والاستفسارات الخاصة بأبناء الجالية على الصفحة الرسمية للقنصلية على موقع فيسبوك كوسيلة التواصل مع المواطنين والمراجعين وتجنيب المواطنين مشقة الحضور الشخصي للاستعلام 4- قد وصل عدد متابعي الصفحة 177 ألف متابع 4- اتمام بعض المعاملات القنصلية استخراج جواز سفر تحرير التوكلات صحيفة الحالة الجنائية في المنزل أو المستشفى من دون رسوم إضافية لبعض الحالات المرضية ولكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة 5- تفعيل خدمة الطوارئ فيما يتعلق بحالات الوفاة بعد انتهاء ساعات العمل اليومية وإيام الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية وأنهاء كافة الإجراءات الخاصة بذلك في أسرع وقت وعلى مدار الساعة 6- قامت القنصلية فور تعليق حركة الطيران بين الدول بتوفير خدمة تسجيل العالقين بالكويت من حامل تأشيرات الزيارة ومخالف الإقامة 7- والحالات المرضية وطلاب الثانوية العامة إلكترونية والراغبين في العودة لأرض الوطن وقد سجلت القنصلية أنذاك ما يقارب من 11 ألف مواطن 7- وبناء على هذه المعطيات نجحت القنصلية تحت إشراف السيد السفير طارق القوني 8- سفير جمهورية مصر العربية في تنظيم جسر جوي لإعادة آلاف العالقين السالمين إلى أرض الوطن من خلال تشكيل غرفة عمليات لحصر الفئات الإنسانية الأولى بالرعاية وبقية الفئات 9- وتم التواصل مع المواطنين شخصيا لتوجيههم إلى مكتب مصر للطيران للحصول على التذاكر الخاصة بهم 8- قام فريق عمل القنصلية بالمئات من الزيارات شبه اليومية إلى المخافر وإدارة الأبعاد ومباحث شؤون الإقامة إضافة إلى الزيارات الدورية للسجون ويتم ذلك في إطار من التعاون والتنسيق المستمر المقدر مع الجهات الكويتية الموقرة المعنية وذلك بخلاف زيارات المستشفيات فور ورود معلومات من الجهات الكويتية أو من أبناء الجالية أو من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أي حالات تحتاج إلى المساعدة أو المتابعة 9- تعاملت القنصلية مع مئات من الشكاوى الخاصة بالمواطنين المقيمين بشأن مشكلات تعرضت لها أسرهم في مصر أو أملاكهم من خلال تحويل تلك الشكاوى إلى الجهات المعنية بجمهورية مصر العربية 10- توفيق أوضاع موقعة لألاف المواطنين من مخالف الإقامة الذين استفادوا من العفو الخاص بمخالف الإقامة من خلال إصدار وثائق سفر وتمديد جوازات السفر لغرض العودة إلى أرض الوطن وكذلك الحرص على زيارتهم وتوفير الدعم بتعاون وتنسيق محمود من جانب السلطات الكويتية الموقرة قد أصدرت القنصرية الألاف من وثائق العودة لأرض الوطن سواء لهؤلاء المواطنين بالإضافة إلى الوثائق الأخرى الخاصة بتمديد المهلة الممنوحة للمواليد الجدد لتقنين وضع إقاماتهم وكذلك وثائق العودة لأرض الوطن عموما 11- ساعدت القنصرية مئات المواطنين الذين لديهم مشكلات داخل دولة الكويت مثل إثبات حالة فقدان جواز سفر من خلال إفاد موظفي القنصرية معهم إلى الجهات المعنية 12- تقديم المساعدة لعدد من الحالات الإنسانية لمواطنين مصريين من خلال إنهاء إجراءات سفرهم بالمطار بالكويت لتسهيل عودتهم لأرض الوطن 13- استطاعت القنصرية حل المشكلات التي طرأت المتعلقة ببعض المهن مثل الصيادين المعلمين سائقي الشاحنات 14- تهيئة القنصرية لكي تعمل بكامل طاقتها طول فترة الجائحة وذلك من خلال توفير مكان ووسائل راحة تراعي الاشتراطات والإجراءات الصحية الأمر الذي أدى إلى إنجاز كافة معاملات المواطنين الذين راجعوا القنصرية بشكل غير مسبوق طول فترة الجائحة بسبب عدم قضاء إجازتهم السنوية بأرض الوطن وقيام القنصرية بهذا الدور نيابة عن السلطات في مصر 15- اطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالقنصرية رسميا وتحديثه وتزويده بخدمات إلكترونية تتماشى مع ظروف الحالية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا مثل خدمة حجز المواعيد المسبقة لمراجعة القنصرية حيث حرصت القنصرية على أن تنظم عملية حضور المواطنين بصورة منظمة وتفاديا للتكدس ومنع التجمهر في ظل ظروف الحالية مما أسفر عن إنجاز المعاملات في أسرع وقت واستطرد بيان القنصرية المصرية وتكلل نجاح تلك المنظومة على الرغم من حداثة الخدمة باستقبال ما يقارب من 18 ألف موعد المراجعة القنصرية خلال الفترة من الأول من شهر أغسطس 2020 وحتى الأول من شهر يناير 2021 أول خمسة أشهر ولفت إلى أن الموقع يوفر خدمات الاطلاع على كافة المستندات والنماذج والإجراءات الخاصة بإتمام المعاملات القنصرية وكذلك تقديم خدمة الاستعلام عن وصول جواز السفر للتيسير على المواطن بدلا من الحضور الشخصي للاستعلام وأيضا خدمة الاستعلام عن وصول صحيفة الحالة الجنائية اشتركوا في القناة